لما كنا بنحكي لك وبنقول لك الدولة هتبيع أصول الدولة أو النظام بيبيع أصول الدولة كانوا بيطلعوا الناس في حضيرة الإنتاج الإعلامي يقول لك يا عمي اللي بتقوله اوعى تسمع الإعلام المعادي لدرجة نحن في مرة تكلمنا عن المواني والصين طلع كامل الوزير تاني يوم نفى القصة قال احنا لا نبيع ولا نتنازل ولا نفرط ولا نتنحنح ولا نترنح لحد ما طلع مبارح المذيع المصري المعروف في القناة السعودية عشان يبشر الشعب المصري أن النظام فعلا هيبيع أصول الدولة النظام بيبيع مصري يا جماعة حتة حتة باعترفهم هما بكلامهم هما بشهادتهم هما النظام في حالة أزمة وما بقاش عنده أي حاجة تخرجه من أزمة غير بلدنا غير أصول بلدنا غير الحاجات بتاعتنا بتاعة المصريين بتاعة الشعب المصري النظام قرر أنه واصح عليها وبيفرط فيها والإعلام بتاعه طالع بيمهد للقصة وبيقول لك أيها المشكلة بس يبقى لما تيجي تبيع ما تبيعش الحاجة اللي الناس بتحبها عشان بس الصين تعارف البلد فيها حاجات حلوة وحاجات مش حلوة فيه وش الأفص وفيه حاجات تانية فما تبيعش الحاجات اللي الناس بتحبها تعالوا نشوف قالوا ايه بما إنك حتبيع أصول حتبيع أصول أنا عايزة بقى بصت بقى 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 يخذ زي عا بما إنك ده حيحصل وارد علشان حل المشكلة إلا لو في حد عنده حلول تانية إنما ده الكلام اللي تقال في الصندوق طيب ده الكلام اللي تقال في الصندوق فإحنا هنبيع أصول هنبيع أصول طب إيه الحكمة بقى هنعمل يا أستاذ عمر ها لما نيجي نبيع نتصرف إزاي تعالوا نشوف يعني الحكمة بتقول إن أنا ما أعربش الحاجة مهمة قوي وما أعربش الحاجة الناس بتحبها يعني الناس شايفة إني دي ملكية للشعب رغم الدار المفروض عاشر وانتهى إنما الأفضل دايما لما تبقى حتى الإنسان العادي بتيجي تبيع الحاجة اللي أنت شايف يعني أنت عايز تجيب مبلغ فمثلا أنت ما تبيعش العربية بناخدها بتودينا وبتجيبنا وكده هو الموضوضة هيبقى في الغالب كده هو اتصالات حلقة بكرة هنتكلم فيه على قصة هي إيه الأصول اللي أنتو بتحبوها والأصول اللي أنتو مش بتحبوها جماعة هو فيه حاجة في مصر الناس بتحبها وحاجة لا طب هو الموضوع قدم أو كم من قرن الماضى يعني هو فيه كده هو نفسيتنا تغيرت في التعامل مع بلدنا مثلا يعني إحنا مثلا إيه إحنا زقالين من أبو الهول والله يا جماعة مناخيره وبقى شكلها مش عجبنا بيع أبو الهول إحنا النيل والله لا ممكن نلاقي مثلا مية بيع النيل إحنا مثلا موضوع الأهرامات ده إحنا مينة سفاجة بعيدة عننا هو فيه كده حضراتكم بتتعاملوا مع البلد بالطريقة السيدس عمر بيقول كده بيقولوا إن ده كانت حاجة قبل كده إنه هو الأصول والبلد ومش حاجة قبل كده فلما تبيع ما تبيعش حاجة الناس حبها قوي طب هو إيه الحاجة اللي أنتو مش حبينها أصلا هو إيه في مصر حاجة إحنا مش حبينها لو حضرتك يا أستاذ شغال مع تركي يا الشيخ وفيه حاجات في مصر أنت بتحبهاش فدي مش كلتك لو عبدالفتاح السيسي هيتعامل مع البلد بالحتة دي أنتو مش في سوق الخضار يا عمر أنتو مش وافين بيبيعوا طماطم هتديني من وش القفص ولا من تحت القفص ولا حاجة مستوية شوية ولا خضرة شوية ولا حمرة شوية إحنا مش وقفين في سوق خضار دي بلد اسمها مصر ماش بلدك ولا بلد السيسي ولا بلد اللي مشغلينكم ولا بلد اللي بيدفعلكم دي بلدنا بلدنا احنا إحنا الشعب المصري بلد ولادنا الأجيال الجاية اللي هي بتروح إيطاليا بتقول أنا كرهت بلدي ولو رجعتها تحبس فأنتو بتدللوا على البلد والنبي بس معلش أصي الحتة دي بتوع المنصورة بيحبوها شوية فإبعد عنها أصي الحتة دي دمائطة نفسهم فيها معلش أصي الحتة دي لا لا دول خلاص دول محدش سائل فيها بيع يخرب بيوتكم بيع إيه بيع إيه الكلام ده بتقالع تلفزيوني زي أصلا يعني الأستاذ اللي طالح يتكلم بقاله فترة كده مخرف مرة بيلبس محمد صلاح الكلام اللي قاله مبارح ده يقوم بلد والله يقوم بلد قالك ما بيعش الحاجة اللي الناس مش عارف إيه طيب هيتبعلي مين الكلام ده سندوقي النادي كان بيتكلم إن فيه شركاء إقليميين موقع عرب 21 نشر تقريب مهم جدا من يومين بيتكلم على صراع خليجي الصناديق السيادية الخليجية في صراع على مصر صراع خليجي على أصول مصر المالية ماذا يجري بالقطاع المصرفي الحقيقة القصة بتاعة السندوق الخليجية السيادية واللي عايزة تعمله وإيه هي أصول مصر المالية تعالوا نشوف كده سندوق الخليجية بتاعة السعودية والإمارات والكويت وقطر مستحوذين على إيه من أصول مصر المالية زي ما كان عرب 21 بيتكلم تعالوا نشوف الصورة مع بعض خلطة الإمارات والسعودية للاستحواذ على أصول مصر المالية وأنا هضيف قطر كمان لأن قطر دخلت على الخط الفترة اللي فاتت البنك السعودي الفرنسي بيسعى الاستحواذ على 99% من بنك قاهرة بقيمة 3 مليار دولار ايه كمان اللي بعده سندوق السياري السعودي بيسعى للاستحواذ على اللي قبله سندوق السياري السعودي بيسعى الاستحواذ على المصر في المتحد الحكومي المصري بقيمة 600 مليون دولار ونقشت معاكم الخبر ده كان نقلا عن بلومبرج من يومين الإمارات اشتارت 12% من ثوري المصرية لتكنولوجيا البنوك السعودية استحوذت على 20% من آيفايننس وهي قناة رئيسية للمدفوعات الحكومية صندوق أبوظبي السيادي بيسعى لشراء حصص في البنك التجاري الدولي المصري بنك أبوظبي الأول بيستحوذ على 51% من المجموعة المالية المصرية هيرمز وكمان استحوذ على بنك عودة المصري بشكل نهائي بإجمالي أصول 187 مليار جنيه مصري و69 فرع و211 مكينة صراف آلي اي تي ام طيب في خمس بنوك إماراتية بتسيطر على جزء كبير من السوق المصرفي بمصر إيه هي البنوك الإماراتية؟ أبوظبي الأول أبوظبي التجاري الإمارات دبي الوطني إضافة إلى أبوظبي الإسلامي وبنك المشرق يبقى دي تعالوا نشوف المواطن المصري سواء التاكسي لما بيركم معه واحد خليجي عند الهرم أبو الهول بيتكلم معه عن البلد إزاي أنا بقول أنا عارف أن الفيديو ده أنا متأكد أنه زار لأن لو كان بجد دي مصيبة لكن تعال أشوف العقلية بتاعة المواطن المصري تحت حكم السيسي بعد عشر سنين بقت بتتعامل مع البلد إزاي وإعلاقتها بالخلايجة أو السعوديين تحديدا زي من ون يعيبين ها الحضارة دي جاية من زاخر على مراكب زمان جاية من زاخر على شرحينة ومن دبي تمام وطرع شعيتها مرضو جد 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 والجتاب كله باللوتاء والعامري والنعيمي هم اللي عملوا الطرق أهرمات دول إذا عندك هرم الحج سعيد بتاه وهرم الحج من الحام العامري والهرم ده هو بتاع الحج عمر النعيمي تمام والحضارة الطرق ده بقى المنصير على الناس من من الدواسر على ناس من بيت التحتاري يعني كم عمدزي العرباء في الوقت نام وهم اللي جاء من الحجارة أي قمة نصر اللي عاملة كتبين ولا ناصر عاملة حاجة ولا حاجة نمسي هو جاء من السمار زي اللي بشنبر اللي بيحصل دول إيه الأرض نقى أما الحجارة من الإمارات والأسمنتم السعودية هي أرض نقى بس الحجارة من الإمارات والأسمنتم السعودية والفلوس من قطر لأن فلوسهم زي الرز اوعى تنسى وخليك فاكر عبدالفتاح السيسي لما كان بيتكلم على دول الخليج قال له عباس كامل يا عم اطلب دول فلوسهم زي الرز الناس بتتعامل المصريين بيهزروا هو بيقولوا الحجارة دي مش عارف من الدسيرة وده من الدواسر ودول مش عارف منين عائلات سعودية إماراتية هم اللي اشتروا والأسمنتم السعودية حتى لما بقينا بنهزر بقينا بنهزر بالرخص ده لأن النظام رخص البلد النظام رخص كل حاجة في مصر النظام بيبيع مصر فلما يجي سواء تاكسي شغال جنب الأهرامات لازم يكلم مواطن سعودي خليجي من اللي بيدفعوا من اللي معهم الفلوس بالطريقة المهينة اللي احنا سمعناها اللي احنا شفنا دلوقتي ده من مكاسب نظام عبدالفتاح السيسي الحمد لله خلى قيمة مصر قد كده خلى البلد الكبير في العالم العربي والإسلامي بقى قد كده ليه؟ لأنه شحات مزنوق في قرشين من الكفيل الخليجي بعد الفاصل هنتكلم على حاجة من الحاجات اللي احنا بنحبها احنا في ذكريات العدوان الثلاثي لسه بعد يومين ثلاثة ذكرى الانتصار وضحض العدوان الثلاثي سنة 1956 بسبب تأميم جمال عبدالناصر لقناة السويس فبعد شوية نتكلم على قناة السويس لأن السيسي قرر يبيعها مع أن عمر قايله ما تقربش من الحاجة اللي المصورين بيحبوا